الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعو علم الله أما بعد من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم علوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين تكملت الحديث الواردة في الباب السادس من الكتاب السابع والأربعين كتاب القدر باب معنا كل مولود يولد على الفطرة في إسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث الثلاثين بعد التسعمائة والستة آلاف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد في حديث بن نمير ما من مولود يولد إلا وهو على الملة وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية إلا على هذه الملة يبقى دي رواية بالمعنى فهمت بقى إلا على هذه الملة يقصر الإسلام يبقى فيه من الفطرة هي الدين الإسلام لا الفطرة هي القابلية أن يكون مسلما فهمت يبقى دي رواية بالمعنى لكن النبي قال يولد على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليه وعشان كده أخر هذه الرواية الإمام مسلم في الباب جابها في باب المتابعات لأنها رواية بالمعنى وليست رواية باللبس فأخره فهمت بقى يبقى فيه بعض الصحابة كان يروي بالمعنى والبعض يروي باللبس النبوي فهمت يبقى الرواية دي رواية بالمعنى لأنه فهم الفطرة هي دين الإسلام لا الفطرة هي القابلية أن يكون مسلم ما لم يتأثر بأفكار أهل عصره من الكفر يعني لو سبت إسداء إنسان بدون تأثر بأي أفكار وبعدين عرضت عليه الإسلام يقبله أدي المعنى لأنه إيه لأنه لا لبس فيه وهو يوافق إيه يوافق الفطرة السليمة أدي المعنى لكن لما يجي أبوه بقى يمجسه وينصره ويهوده يوم يؤثر على طريقة اختياره فهنا بقى لما يبور على الإسلام بعدما تربع على العجاج ما يرداش يقبل ليه لا نتأثر بعدما إيه طمسوا الفطرة بأفكار الشبهات التي إيه غرزوها فيهم منذ الصغر وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه وفي رواية أبي كريب عن أبي معاوية ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون الإبل فهل تجلون فيها جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا قال الله أعلم بما كان عاملين احنا قلنا أن الذي يموت قبل الحلم إذا كان من أبناء المسلمين فهو في الجنة بالإجمع كويس وإذا كان من أبناء الكفار ففيه ثلاث مذاهب فيه ثلاث مذاهب مذهب أنهم في النار مع آبائه ومذهب آخر أنهم في الجنة ومذهب ثالث بالتوقف التوقف يعني يعني هم في مشيئة الله مالناش دعا منا عرفش ربنا يدخل الله يدخلوا دخلوا على حسب ما يعلم ربنا تقيمت إزاي يعني تركهم في مشيئة الله ومشيئة الله ألهلنا في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسول فهو لم يبلغه رسول ومات قبل التكليف يبقى كأنك جعلته في مشيئة الله يعمى أن الله يدخله على مقتدع علمه لو كبر يبقى أو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه لأنه مات قبل الحلم فيدخله في الجنة ومعروف أن سيدنا إبراهيم لما سيدنا رسول الله في الإسرائي والمعراج وجده مستندا على سدرة المنتهى وحوله أبناء الناس يعني أبناء الكفار فدل على أن أبناء الكفار كثير منهم يدخلون أي الجنة اللي منع المسلمين العلماء المسلمين يقولون أن كل أبناء الكفار يدخلون الجنة قسطة الخضر لما قتل الطفل وقال إيه أنه هيطلع كافر فهمت ففهموا من هذا أن الله يدخل الأطفال دول على مقتدع علمه لو كبروا هيختاروا إيه لكن إحنا نفهم قسطة الخضر أنه قتله طفلا ليدخل الجنة ولا يمهله حتى يكبر فيكفر حتى لا يتأذى أبواه المؤمنان لأن أبوه مؤمن وأمه مؤمن فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقبضه طفلا فيسعدوا به في الجنة بدل من أنه يكبر ويدخل في الكفر ويتأذى بكفره إكراما لهم لإيمانه فهمت فأحنا نفهم قسطة الخضر بالطريقة دي يبقى إيه عندنا ثلاث مذاهب فيه أبناء الكفار المسلمين أبناء الكفار أبناء المسلمين ما فيهاش فيها مذاهب بالإجماع دول في الجنة كويس اللي ماتوا قبل الحلم طب وأبناء الكفار ثلاث مذاهب مذهب بالتوقف لأن النبي قال إيه الله أعلم بما كانوا عاملين حديثهم يبقى نتوقف نسيب الأمر لله هو اللي يحكم مذهب تاني قال لا حيبوا تبع آبائهم واخد بالك ومذهب تالت إنه هم في الجنة وده اللي بنرجح ده المذهب الراجح إنه هم في الجنة واخد بالك لأنه ده يتوافق مع رحمة الله لأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى وعن أبيه قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدر وردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإن كان مسلمين فإن كان مسلمين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه يلكزه الشيطان يلكزه يعني يلكمه ينغزه أدي معنى خاصرتيه مصلحة لها عشان تتمدد الرئة فيحيى حياتها يوم يوم الشيطان يجي يكيده يوم يستفيد فسبحانه وتعالى اللي قدر هذا الأمر لأنك في الشيطان إن كيد الكافرين في ضلال تهيمت هو عايز يكيد ابن أدمي يلكز الطفل أول ما ينزل بطنهم أعرف أنت طبيب النساء أول حاجة بيعملها إيه لما الطفل يتولد يقعد يخبط على ظهره يعمل كده ليه عشان ينبهه يتنفس يوم ما يتنفس يبكي أما يبكي يوم يتنفس نفس عميق مع البكاء يوم تتمدد الرئتين لأن في اللحظة دي بيتحول النفس من السرة للرئ في لحظة لطيفة لو تأخرت يحصل دمور في المخ ويطلع مع طول شوفها دي فلازم لأن في لحظة غريبة عجيبة الطفل طول ما هو بطنهم أمه بيتنفس من سرته عن طريق الدم بتاع السرة الحبل السري بيأخذ أكسجين من المشيمة اللي هي متصلة بدم الأم بيأخذ الأكسجين من دم الأم مع طريق المشيمة فالتر يبقى بيتنفس في سرته وبيتغذى من سرته بيأخذ له الغذر بتاعه من سرته لكن أول ما يتولد حيتنفس من أنفه وبعدين يأكل من فمه تغيرت نظام بقى ففي اللحظة اللي بتتغير دي الشيطان يجي الكزر وعايز يأذيه يوم يبكي يوم يحيا في قيمت بقى ازاي بتتحول الحكاية فدي من رحمة ربنا لكن ايه إكرام لسبتنا مريم لأن ايه قالت أمها إني أعيذوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يوم ربنا لما استجاد دعوتها خلى الشيطان ما يلكز مريم ولا يلكز ابنها لأنها دعيت إني أعيذوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فالشيطان ما يقرب لهم خلاص شفت استجابة ربك لدعاء فدي من كراء إكرام أمنا مريم وابنها سيدنا عيسى بن مريم عليه مرسل وعنه بيقال كل ما من مولود ما احنا قلنا لك لكزته مصلحة مش لكزة غواية دي لكزة إزاء فيقوم يجعل من الإزاء زي المرض المرض ساعات يبقى في ظاهره إزاء وفي حقيقاته منعه في الجسم يقوّل الجسم أن يقابل بعد كده الحياة إحنا مستعاب بنده للطفل السليم المرض ضعيف علشان نديله منعه مش ده اللي بيحصل فيه وما اللي بيحصل فيه اللي هي التطعيم اللي بيطاعم فيه الأطفال لي ايه ما انت بتديهم الميكروب ضعيف يعني بتديله المرض علشان يقوى جسم فهمت ازاي فربك سبحانه وتعالى قادر علشان كده لكزة الشيطان دي ليست ايه يعني مهانة للإنسان ابدا مش مهانة مجعلش مهانة علشان نقول طب هو النبي كمان طب ايه يعني مش مهانة يا بي مش لكزة بغواية فهمت ازاي دي لكزة يريده منها أن يؤذيه فيحول الله هذا الإزاء إلى نفع فهمت لكننا اكرام لأمنا مريم وسيدنا عيسى لأن أم ستنا مريم امرأة عمران قالت اني أعيذها بك اني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فربنا عز استجاب لي فاخد بالك ازاي جيب أني اسمها خصوصية والخصوصية لا تعني الأفضلية الخصوصية لا تعني الأفضلية وعنو بي قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبران ابن وهب قال أخبران ابن أبي ذئب ويونس عن ابن الشهاب عن عطاء ابن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين النبي يريد من هنا لكنك لا تسأل أسئلة متعلقة بالربوبية اترك الأمر لله واعلم أن الله لا يظلم أحد يعني يريد من أمته التسليم والانقياد لله دون التدخل في شؤون الربوبية ولا الألوهية أنت مسؤول عن أن تكون عبد تنفذ ما أمرك الله ثم لا تقول بعد ذلك لماذا يفعل الله كذا في عباده لماذا تمالك يتصرف في ملك كيف شاء فهمت بقى زي يعني بيعلمنا الأدب مع الله الخلاصة أن كنت تكون مؤدب مع الله يعني في ناس لا يعني لا تحسن الأدب مع الله تقولوا ليه ربنا خلق الكافر كده محتاج وخلق أغنية بيرموا الطعام ويتبطروا وليه ما كانش يوزع على الناس كلها كده بالتساوي هو أنت حتشتغل رب للناس كأنه هو بقى إيه نصب نفسه مش عبد تبيتكلم بقى رب ما يمسحش ما يصحش كده لأن من عبادي ما يصلحه إلا الغنى فإن أفكرته أفسدته وحيسأل الغني عن الغناء وحيسأل الفقير عن فكر كله حيسأل كله أمام الله حيسأل فإيمت بقى والابتلاء بالخير أشد من الابتلاء بالشر اعلم دي كويس إن الابتلاء بالعافية أخطر من الابتلاء بالمرض لأن المرض فيه سكون وفيه صبر لكن الابتلاء بالعافية العافية فيها غرور وممكن تقيه الإنسان يظلم بعض الناس بعافية لكن المريض ما بيظلمش أحد أعج مسكين ومتألم ومتغطي وصابر ويدخل الجنة ومع السلام فالابتلاء بالعافية أشد من الابتلاء بالبأس وبالمرض لكن الكل مبتلأ والكل مختبر ونبلوكم بالشر والخير فتن فلا تتدخل مع عباد الله ولا تتدخل في صنع الله في عباد الله وقدر الله في عباد الله عالشان كده النبي يقول لهم اتوا مالكوا هيدخلهم ولا ميدخلهم بشي اتوا مالكوا انتم اخرجوا منها الله أعلم بما كانوا عاملين اخرجوا انتم منها وانتم هتشتغلوا أرباب للعباد فالنبي يريد ان احنا ايه ناقف عند مقامنا فلكل مقام مقال فانت في مقام العبودية فكن في مقال العبودية ولا تتصور نفسك في مقام الربوبية فتبقى رب على العباد فإن تبقى المسألة اللي هو مقام التسليم والانقياد والاستسلام والعلم بأن الله لا يظلم أحدا وأنه لا يتصور في حقي الظلم لأنه يتصرف في ملكه الظلم أن تتصرف في غير ما تملك وعنه به قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حاء قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد عبيد الله كلهم عن الزهري بإسناد يونس وابن أبي دئب مثل حديثهما غير أن في حديث شعيب ومعقل سئل عن ذراري المشركين وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وده يدلك على أن النبي كان لم يكن من المتكلفين لم يكن من المتكلفين جمع العلماء متكلفين متكلفين عملوها ثلاث مازال والأفضل أن العلماء كانوا يقفوا على قول النبي حسين حسين لما يجب يتسألوا طب ظرري المشركين يقوموا جاوبهم ما زهبه أحد اللي هو قول النبي الله أعلم بما كانه عاملين لا يزنوا وربك أحد لكن العلماء أحيانا يتكلف العلماء أحيانا يتكلف والنبي لم يكن متكلف الأمر أبسط من أنك أنت تتكلف في ايه انت بقى فالعلمة خلوها ثلاث مذاهب والنبي قال الله عالم بما كانوا عملي خلاص سهلا إذا سؤلت هذا السؤال تقول إجابة النبي إجابة جميلة شافية نبوية فيها كلها نور وكالمب على العلمة قابل للمناقش واحد يتوقف واحد يجزم بالنوم في النار والتاني يجزم بالنوم في الجنة وقاعدين العلماء إحنا بنميل أنهم مع المذاهب اللي كلهم في الجنة ليه لأن رحمة ربنا سبق الغر بس ألي الحكاية كلها لكن هو المذهب الحقيقي والقول الحق في الأمر والفصل فيها الله أعلم بما كانوا عملي بس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعنه بي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل رسوله السلام عن الفوال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم وعنه بي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا وعنه بي قال حدثني زهير بن حر قال حدثنا جرير عن العلاء بن المسيبي عن فضيل بن عمر عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت توفي صبي فقلت توبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا هل النبي هنا جزم إن كلامها خطأ هل جزم إن كلامها صح يبقى النبي يعني بيقول لها ما تتكلميش حاجة أنت مش عارفة الخطأ فيها من الصح سلمي الأمر إلا وخلف ربنا خلق الخلق وخلق للجنة أهلاها وللنار أهلا ما تتدخليش أنت تقولي ده في الجنة وده في النار هتقول يتقسمي فهم فيبقى النبي يريد مننا أننا إيه لا نقف موقف العبودية لا نقف موقف الأرباب نحكم مع العباد زي الوقت ده ما تشهيد وده مش شهيد قتلكم في الجنة وقتلنا في النار زي ما كانوا بيقولوا في رابعة إيه عرفكم وأنتو بتقسموا في الجنة ما انت عرفش إنك ما يمكن بالعكس قتلكم أنتو اللي في النار وقتلهم اللي في الجنة إيه عرفك سلم الأمر لله إحنا عايزين تبقى الجنة لنا كلنا وخلاص أملنا في الليكك لنا وليكم قتلنا وقتلكم بيقولوا في الجنة إن شاء الله أملنا في الليك بيه لكن لا تجزم فهمتوا يعلم فالنبي كان لا يحب أن الإنسان يتكلم فيما لا يعنيه وده أمر يعني الربوبية فكيف تتكلم فيما تعتني به الربوبية ما شكرا شوف ستين عائشة لما قالت إيه طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول السلام أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا وعنو بيقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكي عن طلحة ابن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت دعية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال او غير ذلك يا عائشة ان الله خلق للجنة يعني او غير يعني اقولي غير كده مش معناها انه هو مش في الجنة او في النار لا او غير ذلك يعني تكونت تقولي غير كده يا عائشة او غير ذلك يا عائشة ان الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وعنوبي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن طلحة بن يحيى حا قال وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص حا قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف كلاهما عن سفيان الثورية عن طلحة بن يحيى بإسناد وكيع نحو حديثه باب بياني أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر وعنوبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثل عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيانة وبأخي معاوية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بتقول اللهم أمتعني بزوجي يعني خلي طول حياتي عايشة كده وزوجي معايا وطول حياتي أبويا عايش معايا وطول حياتي أخويا عايش معايا هي عايشة كده فالنبي قال لا لا دي أجال دي أجال انت بتختاري دي أمور أجال مضروف والأحسن كنت تقولي إيه اللهم ادخلني الجنة وأعزني من نار خلاص سهلا وأفضل قال وذكرت عنده القردة قال مسعر وأراه قال والخنازير من مسخ فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقب وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك بس لهم افتكروا إن القردة والخنازير اللي شايفينها الصحابة دول ايه أول ما ظهروا ظهروا من اليهود اللي ربنا مسخهم قردة وخنازير إن قبل كده ما كانش فيه قردة وخنازيرين فالرسول قال لهم لا ده المسخ ده لا يعقب والقردة والخنازير كانوا موجودين قبل ما ايه اليهود تمسخ أصلا فهمت؟ وقال لي حدث مسخ الخنازير؟ لا رفع المسخ مش النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنا المسخ والعذاب برحمة النبي لأنه عزب ورسول الله فينا وعنه بي قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر بهذا الإسناد غير أن في حديثه عن ابن بشر ووكيع جميعا عن عذاب في النار وعذاب في القبر وده الحديث ده يثبت عذاب القبر لمن أنكره فيه الوقت شوية ناس صحفيين في اليومين دول ولا يكون بيش عذاب قبر تمشي ورا الصحفي ولا تمشي ورا الإمام مسلم وكلام النبي اختار بقا عايز تمشي ورا الصحفي ولا تمشي ورا النبي انت خفز اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير وعنه بي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر واللوظ لحجاج قال إسحاق أخبرنا وقال حجاج حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقامة بن مرثل عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن معرود بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوئة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك قال فقال رجل يا رسول الله القرد والخنازير هي مما مسخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلق قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك لأن النسل المعذبين دول زنبهم ايه؟ دول عزبوا مسخ وقردة وخنازير ولا تزر وزر 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 أخر فالأم يجعل ليس لهم نسل ليس لهم عقب فهمت؟ وما لحنا بنقول سعط على اليهود أولاد القردة والخنازير لأنهم خلفوهم قبل ما يبقوا قردة وخنازير أنجبوهم قبل أن يكونوا قردة وخنازير فهمت؟ فيبقى بالتالي الود من دولية ولد كان جده إنسان ثم صار قرد وخنزير بعد كده بالمسخ فهمت؟ يعني ربنا أخزاهم وعنوبي قال حدثنيه أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد غير أنه قال وآثار مبلوغة قال ابن معبد وروا بعضهم قبل حله أي نزوله باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويل المقادير لله يعني عليك أن تأخذ الأمر بقوة تبقى مكتهد يعني تعرف أن الحياة جهاد مش الحياة راحة ودعا ونوم كلما تبقى عايز تنام تنام كلما تبقى عايز تأكل تأكل كلما تبقى عايز تنام قاوم نومك شوية يا أخي واعمل اللي هو يطلوب منك كلما تشعر بالتعب عايز تريح لا يا أخي زوق تعبك شوية اعمل المطلوب منك خلي عندك همة استعن بالله ولا تعجز فهمت بقى خذ الكتابة بقوة المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فربنا يحب الإنسان القوي بالله فتستعين بالله لا تنظر لجسدك أنه متعب ولكن انظر لمدد الله فتقول لحوله ولا قتل لو تقوم تبقى نايم وتسمع داني الفجر وانت تعبان ونيم يدوب بقى لك نص ساعة بس قل لها مش هقدر اه ما انت مش هتقدر فعل لكن قل لحوله ولا قتل لو لا تلاقي نفسك النشاط جالب وقمت توضيت ونزلت صليت وقعدت اسمات صحيح مسلم وكل حاجة ده فاهمت ازاي ليه لكن لو نزرت لله وبستعنت بالقدرة والقوة والعجز فاستعين بالله ولا تعجز شوアيقوك и أستعين بالله ولا تعجز تعجز امتى لو لم تستعين بالله يعني نظرت لقوتك فإذا نظرت لقوتك لم تجد في نفسك قوت فربنا سبحانه وتعالى يحب من العبد أنه يستمد منه عشان كده النبي قال إيه لا حول ولا قوت إلا ولا كنز من كنوز الجنة يعني الكنز لا يفنأ لأن مدد الله لا يفنأ فكلما أنهكت كلما افتقرت كلما ضعفت فاستعن بالله تجد الله خزائنه لا تنفد فهم وعنه بي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إذيس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله سلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان عمل الشيطان أنه هو إيه يجعلك تشك في الأقدار وتشك أنه قد يكون في الكون ما لم يشاؤه الله يقول آه لو كنت بس قدمت شوية ما كانتش ضع مني الأطر لا يا سيد حتى لو قدمت كان برضو حال مش هتركب الأطر ربنا قدر مش هتركبه مش هتركبه قدر مش هتحصل على الشيطان مش هتحصل على الشيطان من غير لو ولا لولوة فبطل لولوة ولا تلولوه ولا تولول لا تلولوه ولا تولول فالولولة حرام واللولوة حرام فهمت الولولة أنك أنت ترفع صوصك عند المصيبة واللولوة أنك أنت تندم وتعصر قلبك عند فقد مطلوب فاللو كنت بس حصلت على كذا فلا تلولو لأن هذا يؤدي إلى إيه إنكار الأقدار وأن كل شيء بمقادير وكل شيء عنده بمقدار فهمت لأنه المقدم والمؤخر يؤخر مشاء ويقدم مشاء سبحانه وتعالى فإيه وعتقول له ونقف على كتاب العلم فيه ستة أبواب غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي رمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي رمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي رمي وعلى آله وسلم عبد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومجادة كلماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين